وجيمي لازم تكلمني دلوقتي وتفريد لي مساحة حلوة كده المساحة دي مدتها 3 دقايق أو 2.5 ورحتك بقى يا دوبك اقول اسمي محمود حسن تريزيجي بس خلص تدقى خلصه لأ تريزيجي أنا الأوان بقى أنا الأوان أن الرجل ياخد حقه أنا الأوان أنه يخرج من عباية الرجل التاني هو أنا بالنسبة لي دلوقتي منتخبنا عنده جناحين ما يقلوش أبدا عن بعض خاصة في الفترة الأخيرة محمد صلاح ونحة التانية تريزيجي تريزيجي هو هدف منتخب مصر في التصفيات في الثلاث مباريات بتكلم على خمس أهداف في الثلاث مباريات والميزة اللي عند تريزيجي مش هنجلوه عند أي لعبة تانية موجودة في منتخب مصر إنه بيسجل في الثلاث مباريات محافظة على الاستمرارية آخر مباراة في أمم أفريقيا في كابفرد مسجل محمود حسن تريزيجي ما قبله في تصفيات أمم أفريقيا آخر مباراة مع غينيا مسجل محمود حسن تريزيجي هدفين في مباراة كان المنتخب كله خارج منطقة الخدمة وأقيمة في المغرب النهاردة بتتكلم على أنه 3 مباريات بيسجل 5 أهداف هدف في هدفين في هدفين آخر 4 أهداف سجلوا منتخب مصر المباراة السابقة والنهاردة بنتكلم على محمود حسن تريزيجيه واللي بيسجل 4 أهداف واللي جايب لك 6 نقاط طبعا مع كل اللاعبين بتكلم على عملية التسجيل بتسجل هدفين ب3 نقاط هدفين ب3 نقاط هنخش بقى نشوف الهدفين والتنوع وأنا لما يكون عند جناح نازل النهاردة ما بيلعبش جناح بيلعب وينج باك في طريق 3-5-2 بيدخل للـ 18 عايزه يسجل برجله بيسجل عايزه يعمل فنتات ويحط الكرة بعد كده بيعمل عايز يحط رأسية ولا أحسن مهاجم في المنتخب الرجل بيحط رأسية أنا عيدنا الكرة مرة و2 و3 عشبت خالد مش تريزيجيه هو مش بروفايل ومش متعود يعملها واحطها حلوة اوه بنفس الكرة وبالسرعة بالاندفاع بخطيرة في التمانية